الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم فالعاقل لا يهنأ فكره لسعيه المستمر في تحقيق درجات سامية أما الجاهل ففي الشقاوة يتلذذ لجهله بعواقب الأمور واحتجاب بصيرته وبين تجلي بصيرة واحتجابها نواة صدق نمت في قلب صاحبها ليكتمل الشقاء صاحب العقل بصدقه أما العزائم فعلى قدر أهل العزم تأتي وتأتي على قدر الكرام المكارم رحب المشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجنا حالة متقدمة من سرطان الثدي لا علاج جذري لها ولا ضمان بالتحسن بالعلاجات التي يقدمها الطب ولكنها نالت هذا التحسن من خلال استخدام الدواء الذي قدمه الدكتور أبو علي الشيباني نتابع وإياكم هذا المقطع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى وسلم على محمد وآل محمد بداية أتوجه بالشكر للرب والإله الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام على تسخير الدكتور أبو علي الشيباني لخدمة المؤمنين والمؤمنات سيدي صاحب العصر والزماد إنه لنعم العبد صادق أمين أم بخادمة الحسين مدينة أحمد داود المعروفة باسم أم حسين أم حسين أثناء انتشار جائحة الكورونا في البحرين أخذت لقاح فايزر كوفيد ناينتين الجرعة الأولى والجرعة المنشطة بعد فترة زمنية قصيرة يمكن أشهر لاحظت المريضة بظهور ورم كبير في الثليل أيمن مع تورم وانتفاخ الذراع اليمنى طبعا مباشرة توجهنا إلى مستشفى الملك حمد وأخذنا موعد عند الطبيب وبدور هالطبيب طبعا قاموا بالفحوصات اللازمة وما قصروا هنا أحب أعرفه بمستشفى الملك حمد مستشفى الملك حمد هو أكبر مستشفى في البحرين ويمكن في المنطقة المستشفى راقي جدا مجهز بأحدث وأفضل تجهيزات وصراحة يعني يشهد لهم الطاقم الطبي في هذا المستشفى هي أرقى معاملة وأفضل معاملة ممكن حصلها مريض يعني جهود يستحقون الإشادة عليها وأنا أتوجه لهم بالشكر من هذا المنبر بعد الفحوصات تم تشخيص الحالة كالتالي سرطان الثدي اللوبلاري الغزير حيث أن الورم انتشر خارج موضعه وهو متقدم يعني كبير ونظرا لتقدم الحالة لا فائدة من الاستئصال كما امتد التأثير للغدد المفاوية من الرقبة إلى الأبط مرونة لأسفل الصدر حالة المريضة شخصت أنها سرطان الثدي في المرحلة الرابعة وتوصيات الطبيب الأسراع بالبدء بالعلاج الكيماوي تأكيد الإصابة بسرطان الثدي اللوبلاري الغزير يعني أن الورم بدأ في الغدد المنتج للحليب الورم ينتشر للعقد اللنفاوية والمناطق الأخرى في الجسم وهو فعلا ما حدث حيث انتشرت الإصابة للعقد اللنفاوية في الجانب الأيمن من الرقبة مرورا بالكتف مرورا بالأبط الأيمن وأسفل الصدر مما أدى للإصابة بالوذمة اللنفاوية في الزراع الأيمن شرح الوذمة اللنفاوية الوذمة اللنفاوية هي تجمع السائل اللنفاوي في الأطراف أي الذراعين أو والساقين هذه المشكلة ليس لها علاج طبي الخلاصة إصابة المريضة بسرطان الثدي وتطوره للدرجة الرابعة 2- إصابة المريضة بالوذمة اللنفاوية في الزراع الأيمن وذلك نتيجة لأخذ لقاح فايزر كوفيد 19 الجرعة الأولى والجرعة المنشطة جدير بالذكر بأن تقرير المستشفى ما يذكر لقاح فايزر لا بالسلب ولا بالإيجاب ولكن احنا ننقل تجربتنا الحقيقية من أرض الواقع حيث أصيبت المريضة بهذه الأمراض مباشرة بعد أخذ اللقاح وتطورت هذه الأمراض بسرعة رهيبة لتصل إلى الدرجة الرابعة يعني الدرجة النهائية التوصيات الطبية كانت بالإسراع بالبداية مباشرة مع العلاج الكيماوي للمريضة ويجدر بالذكر هنا أني توجهت للدكتور بالسؤال هل هناك نتائج إيجابية للعلاج الكيماوي أو تقدر تضمن لو على الأقل خمسة بالمئة تحسن من حالة السرطان بعد البدء بالعلاج الكيماوي طبعا الطبيب هنا بكل أمانة ذكر بأن إحنا ما نقدر نضمن شي بالعلاج الكيماوي إلا أن هذا هو العلاج المتاح حاليا وإن شاء الله تتحسن الحالة إلى الأفضل بالتالي بعد المشاورة إحنا رفضنا هذا العلاج كون أن إحنا أساسا نعرف بأنه علاج غير فعال تم التواصل مع الشركة من خلال المحاسب محمد سالم عامر الذي لم يوفر أي جهد صراحة في خدمتنا وضمان وصول العلاج في أسرع وقت ممكن حيث أن العلاج وصلنا تقريبا خلال مدة أسبوع من شركة شيبان فارما نتيجة الوجبة الأولى من علاج شيبان فارما أول شيء توقف انتشار المرض تماما وفيما بعد مستقبلا أثبتت التقارير الطبية بتراجع المرض وتقلص نمو الخلايا السرطانية الخاتمة الفايزر أو لقاح الفايزر كوفير 19 فعلا تسبب بإصابتين سرطانيتين خطيرين جدا يصعب التعامل معهم يصعب شفاءهم ويأخذون فترة أطول من العلاج كون من ناحية انتشار المرض من ناحية قوة الإصابة ومن ناحية ثانية الفعالية يعني الإعجازية للعلاج من شركة شيبان فارما بحيث أن هذا العلاج أوقف المرض تماما أوقف انتشار المرض تماما ومستقبلا أرغم المرض على التراجع والتقلص إحنا أكيد مكمنين ويا العلاج إن شاء الله حتى الشفاء التام مع الشكر لكم والشكر للشركة على العلاج المعجز بحث فيك دكتور أترك التعليق لكم تفضل أنا ما أعلق أريد العراقيين والأطباء والدكاترة بالجامعات هذا طبعا اليحشي طبيب بهذه العلمية بمستشفى الملك البحريني اللي هي ما مثلها بالعراق ولا مثلها بي ولا مثلها باللبنان بالجامع الفلانية ولا مثلها بالهند هذه المستشفى أعلى درجة من كل ما موجود في المقطان العربي إلا في المملكة العربية السعودية سؤال أسألكم بهذه الحالة بالبحرين هاي مو بالعراق حتى يطلع مخرف يقول الأبخرة تقتل المريض والصدقونه إحنا بالنسبة إننا أخوان اللي يريد ياخذ علاج ويطيب هذا العلاج هو إعجازي يعني أنا في يوم الأيام تمرضت قبل خمس سنين ست سنين الله يشهد ما رح تلط طبيب خمس العلاج مالتنا وراح أقل لكم كلمة بهذا المستوى من العلمية والقدرة الخارقة على إيقاف السرطان رح نطلع لكم طبعا الآن عدنا تقريبا صاروا بالسبعين واحد يريدون يطلعون بالتلفزيون أكثر للرد على كل المتفوهين والمتقولين والنابحين هذا شنه يخلينا ذو احتزاز يعني إحنا ما طلبنا واحد يطلع قلنا إذا عدكم تعالوا بكيفكم الآن انظروا كم واحد رح يجي هذه يخلينا أنا أصلا ما كنت أنه أطلع هذا الشي رح أعرض لكم شي وأريد الأخ المصور أي عرضه انظروا شهادة ال 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 USA FDA يعني FDA منظمة الصحة العالمية هذا الكتاب تعطيل حدا تعطيل حدا يسوي أبخرة ويضحك عليكم لأن أنتم ما عدكم إيمان بالله ما عدكم إيمان بالإمام المهدي شوفوا الناس تكتب من لم يكن عليا مولا فإن الشيطان مولا هاي توقيع من توقيعي هذا كتاب رسمي هذا توقيعي حطوها إلي هذا هنا USA FDA شو رأيكم بعد يا عراقيين خوش هذه ما للاتحاد الأوروبي اللي يقرأ خلي يقرأ ماذا مكتوب هنا هنا ماذا مكتوب حتى تقولوا أنا ما ريد أطلح هنا أصلا لأنا خلاص يعني خلاص إنه خذت كل البراءات خليه نعي لحطتي هاي الاتحاد الأوروبي ضم كل الدول الاتحاد الأوروبي يعني بدن 18 براءة يصير أو 20 براءة قد بالتحاد الأوروبي كلهم يصادقون عليهم بس هذي ما للاتحاد الأوروبي هذي آني كتبوها هذي تطلح الاتحاد الأوروبي سؤال أسألكم هذا شيء يدلل يدلل على أننا وصلنا إلى درجة غير طبيعية يطلع لك واحد دكتور أنا أحترمك عندك شهادة جايبها من سوق مريدي من غيرها حتى تقول وين شهايت خوش طلع لي يا دكتور خاف أن أحكي أحكي أزع لك مريد أحكي بالتلفزيون لأن أنا ما عرف اسمك فما لك حق عليا الما أذكر اسمه ما لحق عليا عرف شلون بس هرتقل الحمير أقروزيا هذا فضلوا الإمام المهدي علي شما تقدرون تسوون ما تقدرون بعد تسوون شي شوفوا هذا بس أنا أعتبي على الحكومة أعتبي على الحكومة بشكل غير طبيعي سؤال فضلوا هذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية بكتاب واحد هذا ختم دولة لو مو ختم دولة هذا شعار دولة وهذا رقم لو لو مو شعار دولة هاي شي خليك يخليك تظل صاف فضلوا هذا وبالأخير مقعين عليها كدولة رسمية هاي الأبحاث الوافقة وعليها خوش هاي هنا عدنا واحد اثنين ثلاثة اربعة وعدنا ثمانية اثنعش بحث وافقة وعليها جملة وتفصيلا بعد الأبحاث السبيرية زائدا ادور لكم ادور لكم على شي مذهل مو مذهل مو مذهل مذهل يظل يقليكم تحتارون هذه الناس الأوراق موجودة في مكتبي المفروض أنا يعني جيبوها إلي راح أقلكم كم دولة مشتركة ألمانيا ويوأس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على بحث واحد يلا موافقته يعني ألف طبيب وبروفيسور أو صيدة لي يلا وافقوا عليه نرجع إلى معجزة العصر أنا ما أكذب فضلوا هذه شنو هذه إش مكتوب عليها إهداء إلى معجزة العصر أبو علي الشيباني الذي فاق معجزة البتراء تطلب التصويت من البروفيسور الدكتور محمود الديسي معجزة العصر الذي فاق معجزة البتراء تطلب التصويت يقيمك طبال بحظكم وبخذكم يقيمك طبال هذا ويا 12 دكتور من أهم دكاثرة العالم من إجه شرحت لهم قضية كبيرة فاحتاروا بعد فترة عروا شون إجوني قدموا لي هذا التمثال لو هذا مقدمين الأكبر واحد بالحكومة شاب الله الإعلام يحيش عننا خمسين سنة عرب شون إذا بقي خمسين سنة هذا إهداء معجزة العصر أبو علي الشيباني الذي فاق معجزة البتراء هذا البروفيسور وزير التعليم العالي والبحث العلم الأردني الآن مسؤول المفاعل النووي بالأردن وعضو بمو 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 لجنة التفتيش الدولية بالنووي من البروفيسور الدكتور محمود الديسي اللي هو ذاك الوقت كنت معجزة الآن وين وصلت خمسة وعشرين خمسة ألبين سبعة بذاك الوقت كنت معجزة الآن وين وصل البعلي وين وصل وان وان وضيع أبد ما اعتز بنفسي يقول الإمام علي من اختار بنفسه فهو سفيه من قلة العقل أنا وضيع ولذلك سؤال اسألكم لو قدمت هذه الشهادة إلى أحد إلى أين يصل هذه شهادة أنا اعتبرها تعرفون الحكومة الفلانية إلا الحكومة العراقية إلا حكومتنا على مر الحكومات اللي اجت ما شفت منعتها غير لو تهيننا لو تخليه يطلع واحد من يهيننا شوفوا شتون هذي قدمها واني والله العلي العظيم شوفوا اشقد عبالكم معتز بيها لأنها مو من بلدي حتى هاي مكسورة هنا لو كنت معتز بيها شخ الله يتبقى القاصة عندي أبدا لكثر ما عندي تعرفون هذه أعطيت بشهادة 12 دكتور وبروفيسور مو دكتور كأقل واحد عمرك في 60-70 سنة شو يدلل هذا يدلل يجي قيمك طبال يقيمك طبال تقبلوها أو يضحك عليكم طبال 200 دولار خوش لو أعطيت محمد الديسي أعطيته مليون دولار يكتر يجيب لهذه الهدية أقسم بالله ما عرفه من إجا أنا احتاريت بي قلتهم من هو هذا قال له جايك وفد محترم قلتهم أهلا وسهلا بس خلنشوف منه الرجال قاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني أهلا وسهلا خليكون بعلكم زارني عبد الكريم الدغمي رئيس البرلمان الأردني والعربي إلى مكتبي زارني باصل الطراولة مدير مكتب الملك ما كواحد ما زارني خلوطن العربي ما أريد أسمي من الأمارات من قطر من السعودية من البحرين لو قلكم منه تظلون صافنين بس أقسم بالله ما أقدر أحجي أسماهم أخاف عليهم لأن المجلس أمانات أقسموا بالله الملاسقين إلى الملك وبدرجة فلان فلان إلا العراقيين يجي الوزير يقعد ببيتي ويحكي عليه تعرفون لي لأن لو أجي من لندن بصدفة صار لو أجي من غير مكان جابتها القدر للإلهي حطا ولذلك هاي الأوراق شو تقيمونها يا عراقيين أنا ما جن ترد وطلح خوة الزمان عندي يعني فهمت قصدي هذه صادرة بها سنة هذه بالالبين واحد وعشرين حنطينا فقال لون هذه حتى أنتم تغيرون تغير هذه الأفديعي حتى تغيرون أنتم بالتركيبات إذا تردون نطيكم سنة تجارب فضلوا USA FDA شو رأيكم هذا آني كتاب رسمي هذا أبو عالي الشيفاني قرأت عيونكم يا حراقيين يقشمركم طبال بس هاي تكفي بس هاي تكفي تعرفون أنتم الآن نطلح هذا من البحرين لو قائلين لنا تطينا خمسين ألف دولار حتى تطيب أمك يا طبيب يطي خمسين ألف لو ما يطي طابة بفلسانات مو أنا ما أريد أحكي بعد أكثر من هذا الحاج وأترك حتى أرجع إلى مقدمتي لأن مقدمتي لازم أحكي بيها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه صلاة ممدودة غير محدودة إلى أبد الآبدين اللهم اجعل لي من هذه الصلاة نصرا وكرامة ورزقا ما له نفاذ وسلاحا وسيفا وسهما أقاتل به أعداء محمد وآل محمد المارقين والكافرين والمنافقين على امتداد البسيطة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين بما رفعت عبدك المظلوم المضطهد منذ أن كان صدام الطاغي اللعين بن اللعين إلى هذا اليوم تقلبه يد المنون من يد إلى يد ومن يد غادر إلى يد غادر فاجر وعلي بن أبي طالب يقول إياك أشراسة الفاجر وكم من فاجر يحشحث بسيفه وبرمحه ويتربص بالدوائر من مكان إلى آخر وأنقذتني وجعلتني على رأسه قادرا على قطعه وهذا فضلك ومنك علي يا أخوتي في العراق العظيم يا من أخاف عليكم من يوم كيوم الأحزاب لننتظر الأيام القادمات وأنا أدعو إلى محمد وآل محمد أيخرجكم الشيطان من جنة محمد وآل محمد إلى مآو الرداء أيضحك عليكم ويستهزئ بكم طبال وراقص وسافل هنا وهناك كونوا على بين قبل أن تظلموا من يدعو إلى محمد وآل محمد وأنا لا أسترجي منكم شيئا والله على الأطلاق هذه قوة الإمام المهدي الذي أودعني إياها وهذه شهادة الناس فلا أحتاج شهادة منكم على الأطلاق مجتمعين ولكن أقول يحز بنفسي أن حكومتي لم تلتفت لي ولو كانت راقصة هنا أو هناك أو أو فلان أو فلان لأعارة اهتماما لها وأنا والله شاهدت أحد الناس أحد في مطعم كنت فيهم الزمان الآن بعد ماكو مطعم قالت أنا ما يشرفني أن أكون عراقية شفتها شلون استقبلوها بالحفل مع البابل عربي شلون تقول ما يشرفني أن أكون عراقية لأن كانت من أتباع صدام اللعين والبعث المقبور واستقبلوها بالحضن للربا أنا عرف اسمها بس ما أريد أقول اسمها من أخلاقي أصلا ما أقول اسمها حتى عفت المطعم وطلعت أنا ومرتي قلت لا أرجع لها أكتلها هاي بحثية أكتلها خلاص يعني ما بحالها يعني قوش سؤال أسألكم الآن يستقبلوها بالحضن للربا هذا مستوانة مو هذا المستوى هذا مو مستوانة هذا مستوانة قوش الله رفعنا فوق العالم تقبلون يطلع المذيع المذيع هذا اللي يطلع سادج ولا يستحق الاحترام والتقدير على الأطلاق يسئله شو صار شلون يعرف تعرف أنت لو سألتني المذيع عن حالك أخليك عمرك بعد ما تطلع بالتلفزيون كلمتين لأن أنا من أحتي دقيق شو يعبالك ذني اللي يعرف قاسم سليماني كيف يقتل ستقتلانا معا سيد مقتدى يعتزل السياسة وأوكرانيا أو تركيا جيت على ذن الفاينات حتى تسقط بينه لأنك ساقط فأنت أريدت أن تسقط أسيادك لأنك ساقط الآن انظروا ماذا فعله البحريني اللي هو بعيد عنه جابتها الغيرة سجل لنا ما اقطع وداه بالوقت اللي العراق يشحذ سيفه ويسل رمحه ويختالني يوما بعد يوم سنبقى حتى ظهور الإمام إن شاء الله إن شاء الله ولأمر بيد الله ولكن أتمنى ألا أبقى معكم وأتمنى أن تقطعني أسنة الفلوات حبا بمحمد وآل محمد أبدي أحلى من الشهد على أن أبقى مع هؤلاء الناس المارقين الفاجرين لا يحزنكم قول سوء هنا أو امرأ سوء هنا أو هناك هذه الحياة ولكن يظل به من يظل به أتباعه وفاقدين العقل وحديمين البصيرة والذين قلوبهم غلف أما الذي عنده بصيرة وعقل ينظر فيرى شيئا عجيبا اللهم صلي على العظيم علي بن أبي طالب من أعجبتني يا أخ البحرين يا أخ البحرين حينما كتبت من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه تعرفون هذه الكلمة زلزلة الكون غيرت مجرى التاريخ في غزة وانظروا إلى أبو حمزة ماذا يقول يقرأ أبيات سيدتي ومولاتي وسجأها حينما تقول كدك أدك وسعى سعيك أثرت فيهم أثرت في تلعبيب عند عرب الثمانية واربعين تأثيرا مرعبا وأنتم تبحثون عنا لتشويه سمعة هنا أو هناك ما يفعلها إلا سادج أو منحط اللهم صلي على فاطمة الزهراء عهدا والله عهد وهذا القرآن لن أحول عن محاربة من حاربك إن كان شيعيا أو سنيا أو نصرانيا أو يهوديا حتى ألقى حثي يشهد علي هذا القرآن لا أكل ولا أمن وآليت على نفسي وعندي من الذنوب كثيرة عرشتون على هذا الأساس آليت على نفسي إلا أقتلدونكم أبدا ما يردني أحد لقد جربت الطيبات كلهن وعزدت عن كلهن وهذا الوجه الذي بدأ شاحبا لأنه لا يأكل ولا يشرب وأخذ الصوم طريقا إلى قلبه وروحه مو إلا رجب لا أنا أصوم سنة كاملة أفضل شهر عندي عادية حتى لا أقول لنفسي تلذذي بفاكهة أو لحمة أو تشتهي نفسي خبزا من هنا أو هناك قلها رويدك رويدك فإن الموت لاقيك ما بها مجال وين رح تروحين وين رح تروحين وين تعدش من المعاصي ما لا يستطيع عدها أحد كل واحد يسيئي بدون سبب أن يبغي علي أرميه بسيف الله وسهمه القاتل أي والله يعني أقول لإلهي أرميهي بسيفك وسهمك القاتل يعني ولا تجعل منه باقية لا ذرية لا رزق لا حياة أريدك انتقامك وعجل عجل بانتقامك أبد ما أتنازل عن الانتقام هو أقدر أشتكي أروح وعيد كل قوتي بدقيقة بإذن الله بس أنا ألجأ إلى الله عندي قضاة خابروني عندي ناس قال له البس تؤمر وشوف القضية وين وصلها وياه قلت لهم لا أريد الله يشوفني مثل ما شوفني بصاحبة أريد الله يشوفني به يوم أسود انتظر يعني وحتى لو شفتوا سووا النفسكم عميان لأن أنا عرف عرف شون اللي يقول على محمد صادق الصدر بعثي أحمى ابن أحمى ويعرف محمد محمد صادق الصدر من باب بيتها ما طالع بالإقامة جبريا وين صار بعثي وين صار ضابط مخابرات لذلك تشويه السمعة بالعراق بسيط جدا لأن العقول عفنة اليمن الإمام الحجي ظلي قاتل بالعراق تسع سنين تسع سنين يظلي قاتل يلا يملأ العرض يلا يملأ العراق قصة عدلان تسع سنين حطوها ليش لون اللهم صلي على فاطمة الزهراء وهذا من فضل فاطمة ولحني أعدائها هذا من فضل فاطمة وإقصاء أعدائها هذا من فضل الإمام المهدي منه بيكم عند تكتب لأمريكا وهي العن بيها آمنه هذا شعاري هذا شعار أبوي هذا شعاري والله ماكو عالم بالعرب عنده مثلي هذا مو اعتزاز بنفسي مو آني هذا الله والإمام المهدي ماكو واحد بالعرب ماكو واحد بالعرب أبدا 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 هذه مو هذه ما لل ما للتحاد الأوروبي شقدر صارت عندي وما أطلحها خوش هذا بحث شوفوا هذا بحث قدمته حصلة الموافقة وبحث ما أطلعون به هذا بحث بس أوراق بقليلة ما أقدر أطلع لأنبي المواد اللي وديتها شوفوا شلون حصلة الموافقة وودوها إلي شتردون بعد أدل العراقيين أنا أدفع ببراءتي أبو علي حاشا لله والله لا يساوي عندي عفطة معز اللهم صلي على فاطمة الزهراء سيدة العالمين بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه اللهم عن كل من ظلمها واستباه حرمتها وأسس أساس الظلم والجور عليها كسر ضلعها اسقط جنينها حال بينها وبين خلافتها وصادر إرتها وورثها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد قوة اليوم رجب يا جماعة إلعنوا بهذا اللعن يفككم من قيدكم ويرزقكم ويجعل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اللهم العن كل من فتى بهذه الفتوى والآن والله نحن لن نختلف عن السقيفة السقيفة قتلت محمد وقتلت فاطمة الزهراء وقتلت علي العظيم وقتلت من؟ الحسن والحسين ونحن تنازلنا عن نصرة الإمام المهدي فلن نختلف عن السقيفة السقيفة إحنا سقيفة الشيعة إحنا سقيفة هم وسقيفة نقطع السطر سقيفتنا أصعب على الإمام من سقيفتهم سقيفتهم واضحة بس سقيفتنا لابس ثوب الإمام وهي بريئة من الإمام يقولون الفرنسيين يقولون علي يقولون هذا معجزة العصر ومو معجزة العراق تقبلوها؟ ما تقبلوها راح أفاجئكم عن قريب بأشياء منشورة عني بالغرب منشورة بالغرب حتى وحطوا نمبر الجريدة والمجلة وغيره وش تفضلوا تقديقوا على الانترنت وترح تعرفون شو رأيكم وين يروحوا الطبال خوش أنا سأل السيد رئيسي وزراء كل هذا لم يعجبك أي شيء يعجبك راح تحتاجني والله ما أقول إنسان يحتاجني إلا وأنا على بينة من أمري الأيام قادمة وستحتاجني والله لم أقل إنسان يحتاجني إلا وأنا على بينة من أمري إن الأيام قادمات أنا حبك جدا وأسميك الأنيق والشجاع ولكن هناك كثير من الأشياء في حلقي في فمي مع اللهم صلي على الحسن المجتبى والعنمعاوية بن الطلقاء اللهم صلي على الحسين وهذا فضلك يا أبا عبد الله لو لا فضلك ما وصلت إلى هذه العلمية التي أكسر بها الأصنام صنما تل وصنم وعقل تل وعقل ودماغ تل ودماغ وظهر تل وظهر اللهم صلي على علي بن الحسين لو لاك ما تعلمت أن أكون قريبا من الفقراء ولولاك ما تعلمت أن أكون عاشقا لله إلى حد الثمالة فلك الحمد لك الحمد لك الحمد يا ربي اللهم صلي على محمد على جعفر الصادق الذي لو لاه لم أتعلم العشق ولم أستخرج منه ما يداو الناس من كل علة أليس الإمام يقول أقرأوها عند الوائل في خطمة إذا خرجه من يداو الناس من كل علة فاستمعوا له هذا الوائل قالها مو آني الرواية عن الإمام الصادق هذه الرواية أنا أطيت رشوة للإمام الصادق وقالها عني خلص أليس أنا المنادي الحميد القدوس أوك واحد غير حميد طبع منه عبد الحميد ما أجرش لا علاقة أصلا ما ينادي بالإمام وتعرفون القضية بس ما أريد أحكي الآن بأمريكا الأخ منه الوائلي كانت أمه عائشة يعني منه طوني أي حدا طوني ما أريد أسمي أسماء ما أجرح الناس ولكن أتحدث عن حقائق موجودة على النت مو أنا لا تأخذني في الحق لوم تلام حق محمد حق وباطل محمد باطل يعني أنا ما عايش بسفرة واحد لو عايش بسفرة الله لو عايش بسفرة عبد الله اللهم صلي على موسى علمنا الصبر والجلاد والإباء ولكن الناس لم يتعلمون إن الإمام موسى بن جعفر كان يحجب ما يسمى بالرافضة طبعا هم يرفضون الإمام مو يرفضون هارون لو كانوا يرفضون هارون لما بقي الإمام في السجن يوما واحدا فعيب عليكم تقولوا الرافضة أخويا السنة أنتوا لسا مونا رافضة إحنا وياكم بالهوى سواء إنتوا رافضين ولاية محمد وعلي وإحنا رافضين الربح ورافضين أهل البيت والدليل لو مو رافضين ما اجيتونا الكربلة وكتلتونا ولو إحنا مو رافضين ما ركضنا هارولنا وصرنا وي البحث المقبور وقام صدام يذبحنا جدا من نسواننا ذبح الخناز مو صحيح ذبح الخرفان وفوكا نهوس ونسواننا تهلهل ماشى الناس للجيش الشعب تقاتل إيران والعسكر ملتحق والناس تهلهل شاهي ما قاعد لها واحد قالوا معمي ولكم دولا مظلومين الإيرانيين ولكم نذبحهم على اليمن نذبحهم ولكم دولا ينادون للولاية لا أهم شيء أنا أكون سالم وخلي الدنيا معاربدة ويطلع الواحد تعبان على روحة تسعين سنة عرب شلون يقول ذولا غوغاء ذولا غوغاء وقل له ذولا رفضوا حكمك ولم يبقى في العمر يوم محمد باقر الصدو صاروا يعدمونه يقول أحد السجانين قال صدام شي تريطيك أسويك وزير التعليم العالي أسويك فلان قضية قال قضية الدنيا اعدمني خلصني خوش هذا وين وهذا وين خوش محمد باقر الصدر الآن العظيم لو قبل بما يريده صدام كان محمد باقر الصدر موجود كان اسمه موجود محمد صادق الصدر العظيم سفير الإمام إلينا لو قبل بما أراده صدام عبالك ما ودع ليه خمسين مرة ودع ليه قال هم ما أمشي له ولا أمشي ولا أمشي ولا أمشي إجاء محمد حمز الزبيدة عليه اللعنة قال أدعو الأبي الأبينا قال هذا أنا أبوي ميت أبوك أنت هذا أبوك مو أبوي صدام وحط العوشية بطنة من هو يقدر يسويها؟ من هو؟ ولذلك محمد محمد حمز الزبيدة عليه اللعنة وعلى منبته هو اللي طبع ليه كان مصاب وكان زين السيد طبع ليه ضربة طلقة بقصته على السرير والله أشبه بيوم عاشوراه ألا لعنك الله على البعث المقبور هو سؤال هذا شي يدلل يدلل عندنا دين ولكم العدة دين ما يتغير ولكم ما علمنا محمد باقر الصدر ما علمنا محمد صادق الصدر والآن إحنا نحتفل بالفاسدين وين أكو فاسد وين أكو طبال ولكم إحنا بلد العراق بلد علي بن أبي طالب المفروض يكون جمهورية العراقية الإسلامية على رأس السطح اللي يرضى يرضى والما يرضى ويرجلنا طلعنا تشذابين ومعنا علاقة بالإسلام ونخاف من عمتنا أمريكا وأبينا عربي شلون لأن ما عدنا ملاب غيرها ليش لأن إحنا من الزمان تركنا الله هو شل يترك الله يقدر يستعين بالله ع الظالم مو صحيح أو يطلع للأخ يقول بعد ما قدر أقاتل أمريكا لأن حكومة استشعر الحرج أستشعر الحرج ما لك علاقة أنت؟ أنت بمنظومك بعقليتك بعقيدتك أمريكا شيطان عدل أو لا؟ هو شل الحكومة رضت أو ما رضت إذا أنا عدي أمريكا عدو الحكومة إذا قالت لهم عدو أنا شل علاقة بها؟ رغم أن أحب الحكومة جدا حكومتي وأحب رئيسي وزراء أن يكفي ولكن والله عندي من العواصف ستأتي إلى العراق لمذهلة وبعدين إن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء عندهم الكتاب ولكن لننتظر الأيام اللهم صلي على علي على محمد على علي على الإمام الحسن العسكري على الإمام المهدي روحي لروحه الفدى بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما حاط به علمه وأحصاه كتابه يقول الإمام من استغفر بهذا الاستغفار في رجب استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام سبعين مرة كأنه خرج من بطن أمه لتوه ويقول في رواية ثانية وهي على الأرجح يعني ذات قوة هائلة من يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ألف مرة قد محى ذنبه ولو كان عنده من الكبائر بعدد زبد البحر ولكن في رجب رجب يصب فيه الرزق صبعه ويذهب مع ذهابه البلاء ولكن عليك أن تكثر الاستغفار والدعاء من كان منكم فقيرا وعنده حاجة إلى الله أو مريضا ومن كان عنده مريضا في السرطان يستغفرون له الناس ويستغفر لنفسه يظل يستغفر شوفوا المرض وين يروح لا تحتاجون أبو علي ولا تحتاجون حدا من كانت عده شدة في السجن فليقرأ قل هو الله أحد حتى يتعب يوميا ويستغفر حتى يتعب فوالله لن يبرح شعبان إلا وقد خرج من السجن والعنون إن لم أكن صادقا أو خرج من الضيق أو خرج من الفقر أنا أخوان لا أريد أن أحرجكم وهذا البرنامج هو للإمام المهدي من يتحدث عني حطوا أعماله وحطوا أعمالي حتى لا يختلط عليكم الحابلة بالنابل ولا يختلط عليكم الأسود من الأبيض الأسود وأسود والأبيض الأبيض لا أريد أن أغيره وأعتذر إذا أصبت أحدا في يوم الأليام بلساني الصليط أعتذر له وأقبلوا مني هذا الاعتذار لأني أحيانا أجبر على أن أكون صليطا شكرا إليك دكتور مناخد فاصل مكشف حلقتنا معك مشاهدينا فاصل ونعود رحب المشاهدين الكرام الجديد معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجال اسمي الكريم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا خادم لكم أهلا أهلا خادم ربك طبعا أنا مريضة وجسمي يطلع بي حاب ويتفجر هذا الحاب ويصير يتبقى ويضب بشور وصير عندي حكا في جسمي عندك هذا عندك حرارة في المعدة عندك افرازات في المعدة والطبيب أصلا ما يطيش له شي نعم إحنا عدنا خليطي طيبك بإذن الله ويروح هذا حتى أثارة روح بإذن الله أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال قالوا السلام عليكم دروب الرجال اسم الكديم تفضلوا قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله خادم لكم أهلا وسهلا أنا حاضر أنا عدي ابني 24 ساعة يعني يشكي من بطني من المعدة ويقع للصبح يشو شكت عمرا؟ قال لي تحال ناس تقل لي جرب طيومة ناس يقل لي بصفار موجع بطن 24 ساعة وما يشتهيها خير بسيطة جدا شوفوا يطيب لو ما يطيب هذا الخلل بالمعدة مو خلل بالمعدة هذا لساسا يقل لي جرب طيومة نعم بس عدنا خليطي طيب لا يوجع من أول يومين يطيب أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور إلى ماذا يحتاج العاقل أكثر من الشهادات الرسمية التي عرضناها والأدوية التي أمامهم وشهادات المرضى إن كانت عن طريق الاتصالات أو إن كان عن طريق استقبالها في بنامجنا أو عن طريق المقاطع التي عرضناها ونعرضها هل يوجد دليل آخر يحتاجه العاقل دكتور؟ العاقل ما يحتاج دليل بس الجاهل إذا حجه بدون دليل يقبلون الجهلة إحنا عدنا جهلة يعني أنا هسا ماكو داعي أطلحها هاي إذا طلعتها للفلاح وأنا أبوي فلاح يعني إذا طلعتها لش أعرف منعتها بس من أطلحها إلى دكتور بالجامعة أو رئيس الجامعة الطبية أو رئيس جامعة الصيدلة في العراق يعرف إنه هذه هو كرئيس جامعة ميتهية كرئيس جامعة ميتهية أبداً وهذه موجودة قدمناها بالواحد وعشرين أطلناها سنة حتى نغير بيها بشهادة من يو اس اي اف دي اي منظمة الصحة العالمية يعني إحنا ذات مصداقية عالية جداً سؤال هذي ما للاتحاد الأوروبي أريدهم الأخ المخرج بس يطلع لها يكبرها يكبرها حتى الناس تقراها هاي الاتحاد الأوروبي وهذا شعار البراءات هذا أنا سويته أريد يطلع لها هاي هاي يطلحها وهي هاي الورقة موجودة ويطلحها عارشون يقدر يقدر واحد يزورها ويجيبهم الاتحاد الأوروبي من هو يقدر مصعيح أتحدهم هذا شيء يدلل يدلل إحنا وصلنا إلى علمية هائلة جداً وغير طبيعية وصلنا إلى مكان لا يصله أحد على الإطلاق وهذا فضل الإمام مو آني أصلاً آني لو أضل خفت خمسين ألف سنة أقدم كل أوراقي مو آني مشيت نقيب الصيادة هنا فلسطيني بلبنان اسمه دكتور سمير كان نقيب الصيادة لعشر سنين منطلعت لبراءات الاختراع قمت أمشي للصيدلية بناتها في لندن وطباء أولادها ما يأخذ من عندي يقول لي شو تريد أخذ دواء أقول لي ما أعطي أجد دواء أنا أبداً بس أنا شوفتك هذه قل لي والله أنا عشر سنين أقدم لهم ما يقبلوها عشر سنين وأنا بروفيسور بالصيدلة عندي أربع شهادات ما يقبلونها كيف أنت ما عندك شهاد قلت له ما يقدر أحكي أبر الإمام ما يعرف هذا هو فلسطيني ما يعرف الإمام شنو ولكن هذا فضل الإمام يا عراقين يجواح الطبال يقيمك معي أنا زحلان عليكم وعلى نفسي ناخد اتصال ألو السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تحضلوا أهلاً وسهلاً تحضل الدكتور معك سلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً مولاي أنا رجلية طاردني تقريب أربع سنوات أين عمستنا رحت مرتين ثلاثة بكتور شفت ما يعني تسكينات كل شما أين عمستنا أين عمستنا ساعية ما أدقى تكرم حتى لست والي يجبو أروح وإذا خليتك كأنك عمرك عشرين سنة بإذن الله رحلش تدعي لغصباً عليك لأني الطيبين أنا خادم عليك أهلاً وسهلاً شكراً لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضاً اتصال السلام عليكم دروب الرجاء اسمي الكريم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور معك السلام علي المناغي من أسوار مني وعليكم السلام ورحمة الله أمرني وياك أبو مصطفى من أحاب كي أهلاً وسهلاً أبو مصطفى وذي كمرة خبرتني وانا ما أنسى أبداً أبو مصطفى يعني عندي طريقة عندي حقل غير طبيعي عندي دماغ إلى واحد خمس ستين صارنا وخبرني أقل لأت خبرتني أمرني أبو مصطفى أبو مصطفى أمرني أبو مصطفى أمرني أبو علي عزي عشب ضياء ليه شين هو شو هو أنت سبق ومصطفى متنم أنا عزيز مريض السكري والحمد لله شباء تام ولكن اتعرضت للصدمة رجع علي السكري عاد من جديد بس أبو مصطفى خوش أنت من الطيناك الخليط طبت نعم رجعت الصدمة سوت لك سكري شو ذنبنا احنا اه اتصلت فيك يوم 27 10 21 وشرحتك الحالة وقلت لي أني رح أودي لك واجبة على حساب هاي وديها أنا ملزم هسا أقل لهم ويودي لك بس الوجبة بعد ما تفيدك لأنه بالصدمة يرفع السكري أزيد هسا أوديلك يعني باتر توصل لك يوم تقريبا سنة عمت فلط يوم 9 5 22 هسا عيفني عيفني أنا رح أوديها لك ملزم إليك وحق الكاظم رح أوديلك إلا أحلف جزاك الله أخير صح بس ما تفيد ما تفيد وحده لأن تقبلها طيبة يحتاج من عندنا أن نودي لك خمس وجبات الآن يلا طيب وجه واحد وما طيبك أنت الآن طيبة تديك المرة من طيبة قم التاكل كل شيء تشرب حلا نعم 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 العام ما يرهم يا عمي يا مولاي الآن وجبة ما تفيدك بعد الآن السمع النظر الفقرات الآن بشكل يعني ردة الفقل مالتا عكسية جدا أنا خادم إليك خادم إليك خادم إليك هسا أقلهم وأكتبوا عند ألامه حتى ما يحكي إليه وأنا حلفت بالإمام الكاظم أهلا وسعلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتيبع مشكلتك أيضا اتصال ألو السلام عليكم دروب الرجال اسمي الكريم تفضله ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور مع شارفة على أحوالك خادم إليكم عظم الله لك الأجر وفاة سيدنا مولانا موسى الكاظم وعظم الله لك الأجر وجعلك ممن يرفض الواقع الفاسد حبا بالإمام الكاظم أمرني لا ما يمر عليك ظالم رحمة الله وعديك أو علي أنا والدتي مريضة شو عدها عليها ورم فوق فوق الكريم ورم هذا شوية انتشر بالجسيم أنت تابع الحلقة اليوم وراح تشوف شو موجود ب هاي المريا اللي انصابت بالسرطان وانتشر من البحرين وشتون طابت أنا خادم إليك أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور يعني من يتعرض لك إن كان يملق شهاداتك هذه من بلده وليس من أمريكا أو أوروبا فليقدمها لتكون دليل على كلامه ولكن سؤالي إن صدقه البعض ومن ثم اكتشفوا زي فما يقول فما هو قولهم إن احتاجوا يوما ما إلى دوائكم شوفي أنا بقانوني إن شاء الله بعد هذا التوسع وبعد ما وصل إلى أوروبا بشكل غير طبيعي هذا العلاج رح يكون ذات ضجة عالمية مرعبة على مستوى العالم إذا صار ضجة رح تجينا دول بالعالم الآن مال الزهايمر بقت هذا أمريكا تبيعه بـ 8000 دولار بقت هاي تبيعه بـ 8000 بينما إحنا شقدين نبيع مال الزهايمر الآن اللي النمسا والسويد وكندا وفرنسا يسووا يا نعقد إحنا نبيعه بـ 2500 دولار أمريكا تبيعه بـ 8000 دولار العدنة أقوى من مال أمريكا بـ 10,000 مرة بالأبحاث السريرية هذا الشي يدلل يدلل الناس ذات علمية يعني أنا أقلتش نعم رح نوصل إلى قمة العلم بفضل الإمام المهدي مو أنا أنا أدات ولكن حتى هاي كلمة أدات للعراقيين وأنا الوضيع وأنا الماء ابتهيم هم ما ترفع يعني مشكلة العراقيين يريدون أبو علم يجي خمس سيارات وراء وعشر سيارات جدامة وعشر يفقعوا إلى الباب لأنني أقدر أسويهم بس ما يسويهم غير اللي شعره بنقص يعني هي مشكلة من يصدق كلام بلا دليل دكتور أبدا وردنا متصل يقول بأنه منيب الشفاء من مرض السكري بالإضافة إلى ما استمعنا إلى الحالة المتقضية من سرطان الثدي التي لا علاجة جذري لها ولا ضمان حتى بالتحسن بالعلاجات التي يقدمها الطب ولكن في حين أن علاجكم دكتور سهم في توقف لانتشار السرطان وذلك بإثبات التقارير الطبية والتحاليل فهل هي معجزة دكتور أم أنه علم منه الله عليك لا لا هو هي معجزة هذا الدوة معجزة الياخضة من شون هذا الأخ اللي بالسكري قال أنا طبت وتعرضت إلى صدمة فضيع ورجع إلي قال كنت أكل كنت أكل دبس كنت أكل كل شي هذا شي يدلل يدلل أنه عملية إعجاز خلش يجي واحد جاهل عليك أو من الشارع أو سائق تاكسي يعني يجيون ناس ناس يجيون على بيروت يريدون يقابلوننا للشركة يأخذون علاج سائق تاكسي غيره هو جاي منك وخاصر طائرة وجاي بفلوسه وفلوسه فيلسانات يروح للششافة لو يروح للفتح فال لو يروح العشاف وبعد أسبوع يقل له ضحكوا علي بس يقل لي هجي أقل لكم أطلع برا رأسا آني من هضحك عليك قال لي مو سائق تاكسي ضحك علي وقام يسبيك وشتميك سائق تاكسي لا يعرفني وأنا ما أطلع ويني يعرفني سائق تاكسي هذا فضل الله يا ست غدير فضل الله أنا إذا أريد ليش أنا إذا أنا واحد اعتدى علي مثل هذا بغى علي فوالله قعت بالليل قلت له يا أبا الغيث يا حل انصفني هذا الرجل لم أسئ له بحياتي وقد بغى علي وأكرمته وقد بغى علي فسل سيفك وسل بغيك سيف بغيك وانتقامك حتى أعرى فيه يوما نحس مستمر أبدا ناخد اتصال ألو السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله دكتور معك خلق رضايعي أهلا وسهلا دكتور الغالي سلام عليكم وعليكم السلام ربيحة بعد ما تحتاج واحد يعرف عليها بطون العرب من بطون العرب وكل العرب ربيعا بيك الخير والبركة دكتور واللي بريد يوصل لك هذا بو التكسي أو نيتة جوز نيتة مطافي أو الجاية للمريض نيتة مطافي بس إذا يصد في نيتة سبحان الله الله يوصه وتعال أنا خادم إليك أمر نشيخ مثل حسير الدنيمي وهاي العلوية كانت ويانا بسوريا ووالدتي وقنتي أنا هم منتجات مريضة بالسرطان أذكر لا تذكر أي نعم كانت مرحيش بسنواتي والله الآن أمرني لا لا يروع عليك ورحمة الله والدك عند ابن أختي عند ابن أحمراري وهذا يطيب اشتون اللي قبل يجوعتهم سرطان وطابة وقابل هذا ما يطيب يطيب بإذن الله مقتنع مليون بالمئة الله شاهد بالقراء متجاينة قبل لأنك جاينة مقتنع جاينة أربع مرات أنا خادم إليك صدق لي الله يريدي طيبة ما يذل لي جيلي أنا هو القراءة صحيح أنا خادم إليك خادم أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العام اللي بتابع مشكلتك أيضا اتصال السلام عليكم دروب الرجال اسمي الكريم تفضلوا أهلا وسهلا دكتور معك تفضل شونك خادم لكم شونك يا عبد شونك معك الله يحفظكم شكرا لكم شون أبو علي خادم لكم أبو علي عدي شكر امتعدني والله لو سامي هذا القبلك القبلك قبل هاي مكالمتك كان واحد قبلكم اثنينكم نعم أنا أطيك بي قرانتي أطيك بي قرانتي أوصلة لك التراكم للأربعة والآن اكتشفت اكتشفت التحسن أقل لك اكتشفت بأن أكو خلطة واضفت عليها شيء عجيبة اعجاز الآن والله حرام واحد ياخذ من غيرنا للسكري أنا خادم إليك أهلا أنا أرجع أكتاكل دبس أقل لك أرجع أخليك تاكل دبس أنا عندي بروسات وإياها وعدي فقرات بظهر هن كلهم علاج واحد ذني يا عمي بجسم الإنسان إذا ميت مرات ناقض من عنده علاج واحد الله ينسرك إن شاء الله وأنا خادم إلكم أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتيبع مشكلتك دكتور يعني لكي لا يتعرض البعض إلى الاحتيال لنؤكد ونذكر بأن الطريقة الوحيدة للتواصل معكم هي عن طريق الموقع الرسمي الذي يمر أسفل الشاشة بالإضافة إلى أرقام التي أيضا تمر أسفل وحتى اللي يريد فيسبوك ويريد سكايب معنا موجودة ويقدر يتواصل معنا خلال يوم ثاني يوم إحنا نتواصلوا ومع وجود كل التسهيلات واللي يريد يجينا للبنان أهلا وسهلا ونقل له تعال وعلى الرحبة والسحة ونشوفه نأكد أيضا بأنه لا يوجد أي سائق تاكسي أبت يمثلني وعيب عليكم أنت تجي من الحراق وتعبان وجاي وكلك همة يضحك عليك سائق التاكسي والله العظيم كارثة يا جماعة كارثة خلوش تسأل سائق التاكسي يقول لك لا ما عرف شارت ما تعرف شون تقيمني مثل هذا الدنبكش شكرا لك دكتور بختم الحلقة السبت حتى توصل المشاهدين إذا هذه لا تكفيكم فوالله إن ولاية علي بن أبي طالب لن تؤمنون بها قط على الأطلاق وإن كان هذه لا تؤمنون بها فوالله إنكم لن تؤمنون بالإمام الحج على الأطلاق عرشون وإن كان هذه لن ترونه فإنكم لا تملكون بصيرة أنتم وما تزعمون من علماءكم على الأطلاق هذا ما فضله ربي على الناس وفضله علي وأنا لا أنسى فضل ربي شكرا